يا زبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم هناك أخوان شقيقان ذكرهما القرآن الكريم في قضية داود على نبينا وعلى آله وعليه الصلاة والسلام أخوان شقيقان تحاكم عند داود أحدهما له تسع وتسعون نعجة والآخر له نعجة واحدة أحدهما سعيد والآخر مقرود والتخاصم حصل ليس في عدد التسع وتسعين إنما في هذه النعجة الواحدة أنه هذا الأخ الأخ الموفور كان عنده عين على هاي النعجة الواحدة والمعركة كلها على هاي النعجة الواحدة كان يريدها هذه النعجة الواحدة أيضا ما يريدها يستولي عليها استلاء ملكي لا قال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني خليها يمي هي أخو أخوان هذا إن أخي له أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة المعركة مو في التسع وتسعين ليش ذاك هل قد موفور وهما أخواني شقيقان ليش ذاك الشقيق الشقيق موفور زقورت وهذا طيح الحظ الحديث ليس في هذا المجال الحديث أنه حتى في هذه الواحدة يريد يصير حج شريك يريد يصير حج شريك خصماني القرآن الكريم يقول يجعوا عنده داود القضية هذه القصة القرآن الكريم يصرح في أنها هذه قصة مفبركة مصطنعة مختلقة مو قصة حقيقية ماكو قصة حقيقية كان هناك تنبيه لداود القرآن يقول وظن داود أنما فتنا أنما أنما يعني أداة حصر يعني القضية ما فيها أي بعد حقيقي أنما يعني فقط فتنا يعني فتنة امتحان هي قضية اختلاقية مو أنه حقيقة نزاع أكو خارجي بين هذين الأخوين لا هذه إشارة هذا تنبيه هناك في الواقع أخواني شقيقان اثنين من الأنا الإنسان له بعدان أنا أنا مثالي وأنا حقيقي يسموه الذات هناك أكو ذات هذه الذات لها متطلبات وهناك ذات مزيفة ذات مثالية غير حقيقية غير واقعية هذه أيضا لها متطلبات الإنسان عنده غرور عنده أنفة عنده كبرياء الغترة والعقال والدشداشة واللحية والعمامة والبيت والسيارة هذه كلها أنا المثالي هذا ما إليه ربط بالذات إذا هم هي ذات نسبتها للذات نسبة مزيفة مو صحيحة نسبة تصورية الإنسان ذاته شنو؟ ذاته علمه معرفته الإنسان ذاته أخلاقه تربيته مشاعره طبايعه هذه ذاته الإنسان مو بدشداشته مو بعقاله نعم هذه أمور مثل الغبار على الذات يسمى الأنا أنا هذه دشداشتي سيارتي بيتي أثاث البيت أنا المثالي غروري كبريائي شخصيتي احترامي عشيرتي هذا كله فالشيء طافح على الذات هذا الأخ هذا الشقيق اللي زقرت هذا الأبو صاحب تسعة وتسعين نعجة كل الحياة من الصبح للليل هذه إنسان وين يدور كله ده يفكر كيف يسهل أموره كله يدور على رفاهية أكثر على كبرياء أكثر جزء أكو في الحياة بسيط ضئيل جدا القرآن الكريم يعتبره واحد بالمية واحد بالمية هذا يرتبط بشنو بتكون الذات حقيقة الإنسان إنسانية الإنسان إنسانية الإنسان بماذا؟ بمعرفته؟ بعلمه؟ هذا في شيء طافح جدا مع الأسف مع الأسف جدا ضئيل مو مشكلة حديثنا ليس في ضآلة هذا الجزء إحنا مو حديثنا هنا واحد بالمية أمام تسعة وتسعين بالمية هذه آية قرآنية المصيبة وين؟ المصيبة أن هذا الواحد بالمية هذا الشقيق الأخبر الشقي اللي ما في خير ما في شدة ما في حركة هذا الشقيق الأخبر المقرود هذا محل خطر من جهتين جهتين الجهة الأولى من الجهة ذاك الشقيق السعيد صاحب التسعة وتسعين ذاك دائما يعرض هذا الشقيق الأخبر الطيح الحظ إلى خطر خطريا أولا خطر المزايدة دائما يتزايد عليها دائما يريد هاي النعجة هنفة حصة يأخذ منها المصيبة الكبرى الثانية أنه معالم هذا الشقيق الثاني ضايع المعالم يعني الصفات البارزة شنو الذات الصفات البارزة في الذات شنو والله ما ندري معالم هذا أنا هذا الأنا هذا الذات معالم يعني الصفات البارزة الحقيقية الأساسية الركنية شنو هي ذاتنا شنو معالمها ما ندري شوية شيئا فشيئا المعالم تضيع حسن مو مشكلة أنه ذاك شافت على هذه النعجة الواحدة شافت وكلهم خلي عين عليها وإحنا بالنعجة الواحدة شركاء المصيبة معالم هذا تضيع الذات شنو بالله عليكم تعريف الذات شنو شنو نسبة المعرفة في الذات إيش قد لازم إحنا نتعلم ماكو خطريا هاي الذات من أخيها الشقيق من شقيقها السعيد الزقورت الموفور مصيبتين أكو مصيبة مزايد أقلت مصيبة ثانية معالم ضايعا شنو ذاتنا إحنا إحنا منو إحنا شنو أقراركم آية النعجة حتى نشوف آيتان ثلاث آيات هي في سورة صاد آية 22 إلى آية 24 شنو الآية مطلب مهم الله يخاطب للنبي صلى الله عليه وآله هل أتاك حد نبأ الخصم يا رسول الله سامع شنو القضية السالفة هذا مطلب يدل على أهميته هاي مو قصة يلقلها القرآن شنو للبشرية لا يخاطب بها أشرف الأولين والآخرين هل أتاك نبأ الخصم شنو هذو الخصم من هنا ملائكة كانوا قلت قضية مفتعلة قضية مفبركة مصطنعة ماكوهشي عركة حقيقية هذا يريدون يبينون الداود يا داود انتبه في نفسك هاي المعركة موجودة مو بين الخصمين إذ تسوروا المحراب داود شنو بالمحراب إذ دخلوا على داود إذ دخلوا على داود ففزع منهم فجأة دخلوا عليه قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض بغي ظلم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال كفلنيها وعزني في الخطاب قال داود قال يعني داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك مو ظلمك بالتسع وتسعون إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم هاي كلمة قليل هي نكرة ما نكرة هاي نكرة في ناكر يعني جدا 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 قليل هذا اللي ما يظلم الأخ الخلطاء اللي ما يظلم على الطرف الآخر هذا جدا نادر دائما الذي مخلوط مع الآخر يعتدي على الآخر الآخر أخو شريك أم أبو ابن وقليل ما هم وظن شوفوا أنا كل استشهادي في هذا المقطع وظن داود أنما فتناه فاستغفر عرفها شغلة مصطنعة هاي شهادي مسوية حتى ينبهوا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب أناب يعني عاد أناب رجوع أنا بعقالي بعمامتي بشموخي بمكانتي وأنا بآدميتي بتربيتي بعلمي العلم الإنسان بالـ 24 ساعة قد ينام قد يأكل قد يترفع فتشم دقيقة يصلي والله العظيم من أول الصلاة إلى آخر الصلاة في أفضل الفروض نعالج مشاكلنا في الحياة شوفوا شلون الشريك الحياة شريكة حتى في صلاتنا نفكر نعالج صدق إنصافا في الصلاة أفضل موقع لمعالجة مشاكل الحياة هذا شوف شلون شريك خاش هو 99% هاي الحصة البسيطة يخش فيها حصة بسيطة إذا قلت في أفضل الفروض إذا ما تصير صلاتنا الرياء وسمعة وإظهار وجود ومشت اللي علي والعمامة وما أدري كذا والدلاغ اللي أنا لابسة شلون وما أدري المحابس الكذائية هذيك بعد هذيك لا في أفضل الفروض يعني الإنسان يدرس حتى يصير دكتور شنو الغرض من وراء الدكتور شنو دكتور إنسان يصير عالم دكتور آدمية تتكمل تكتمل بشيء ما لا الغرض شنو غرض أصير دكتور حتى أصير كشقة ناس يحترموني راتبي يكون كذا أخيرا هذا الشيء البسيط اللي هو دراسة يرتبط بهذه النعجة الواحدة شنو الحصة الكبرى فيها شنو أنا المثالي أنا الكبرياء أنا الراحة أسافر أقدر هاي حياتنا المصيبة وين المشكلة وين خلنعالجها المشكلة أن أنا المثالي هذا غير واقع المزيف صاحب التسعة وتسعين فيه خمس عوامل تخلي موفور أما ذاك الثاني الطائح الحظ ما في هاي العوامل ولا واحد خلينا نشوف العوامل شنو أولا هناك العامل الأول هناك إدراك إحنا عدنا حواس خمسة صحيح هذه الحواس الخمسة تجلب لنا شنو كلها شغلات مادية إحنا بعيننا ما نشوف الشغلات المعنوية وبآذاننا ما نسمع شغلة معنوية تسمعون ذكر هذه إن من شيء إلا يسبحوا بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم ما نسمع هاي الحيطان كلها دا تسبح عدنا المرحلة الأولى مرحلة الإدراك وهذا الإدراك إدراك المتراكم متراكم يعني إحنا ندرك الأشياء من زوايا مختلفة فلذا تنطبع على النفس الأنا المثالي الركن الأول فيه عنده إدراك هذا الأنا الثاني مو عنده إدراك طيح حظ ماكو إدراك وبعدين في المرحلة الأولى إدراك متراكم متراكم يعني بعينه يشوف بخشمة يشم الرائحة الطيبة بعينه يشوف اللون الطيب ولسانه وحلجه يتذوق الطعم الرائع صحيح؟ وبإيده يتلمس التفاحة جمال التفاحة يعني لمستها الطبيعية براء ماي البارد يتلمس فتتراكم عوامل الإدراك في الإنسان هذا الأول بعدين الإنسان عندما أدرك شيئا يقوم بتحليله يحلله هذا الشيء اللي أدركه شنو عندنا قدرة فورا لا إراديا ندخل في التحليل في التقييم هذا ثانيا ثالثا التوليف هذا الشيء اللي أدركنا وحللنا نبدأ نولفه نخبطه مع أشياء أخرى مدركة سابقا نولف نكون يعني نجيب القواعد اللي نعرفها هذا الشيء اللي أدركنا نخبطه مع هذه القواعد ناخذ نتيجة عندما أخذنا النتيجة يحصل تحفيز في الدماغ تحفيز بعدما حصل التحفيز في الدماغ يحصل تنشيط في العضلات هاي مراحل خمسة أو قول ستة هاي المراحل في هذا الأخو الطيح الحظ ما موجودة أصلا إدراك ما نصلي شنو هاي الصلاة شنو ما نركع نصوم شنو هذا الجوع شنو تكلف واجب ماكو إدراك إذا هم أكو إدراك إدراك طفيف مو متراكم بعدين ما عدنا قدرة تحليل ما عدنا قدرة توليف شوفوه خلي أجيب مثال الإنسان عندما يسمع صوت طلقة هذا صوت هذا إدراكي فورا عندما يسمع صوت طلقة رأسا تبدأ هذا إدراك هذا الإدراك يأتي يجي حلل هذا صوت قريب طلقة قريبة من عندي وإلى ليش أنا سمعتها هذا تقييم هذا تحليل خب الطلقة تشير إلى وجود خارجي هذا توليف توليف طلقة شيء خطير طلقة شيء خطير أن هذا شيء قريب هذا تحليل أحلل لأنه سمعته إذا كان بعيد ما تشتسمعه هذا تحليل الإدراك هو السماع بعدين التوليف توليف يعني تولفه طلقة شيء خطير فإذن شنو أنا في خطر الآن إذا أنا في خطر المخ يقول قوم اشرد هذا تحفيز قوم اشرد خطير أنت ابتعد إنقى بنفسك ابتعد بعدين العضلات تتحرك الإنسان يقوم شنو ينحاش شفوا المراحل الإدراك يستتعب استتبع مع هاي المراحل في هذا مسكين ماكو هاي الخمسة والستة والنتيجة وما أدري كده ماكو لا أكو إدراك لا أكو تحليل لا أكو توليف لا أكو تحفيز لا أكو تنشيط ماكو لذا ازقرت هذا أفن أخبر غب هذا على كل شي سمونا مقروت مقروت ولا حاصل الإنسان شيئا فشيئا معالم الذات عنده شنو تتبخى تتضائل تتضائل إلى أن شنو تنتفي تنتهي شهر رمضان يولد العتبة الأولى الخطوة الأولى في إحياء هذا الشقيق المسكين شهر رمضان شهر حافل شهر حافل شهر حافل بالحركة بالنشاط مجالس أدعية الحركة أهم عوامل الإدراك إذا لم توجد حركة يتوارى الإدراك الحركة أهم لازم يحصل صوت هذه الصوت حركة حتى إنسان الإنسان إذا يريد يشوف شيء لازم يركز إذا العين مفتوحة ما يركز الإنسان فيها ما يقدر يشوف حتى النظر يحتاج إلى تركيز أهم نقطة اللقطة الأولى الانطلاقية هي الحركة في الجانب أنا المثالي أكو حركة في الجانب أنا الذاتي الحقيقي الواقعي ماكو حركة شهر رمضان أول خطوة يولد يولد حركة بعدين الصوم الصوم لاحظوا إنسان بعد ثلاث ساعات من الصوم من بداية الصوم تزداد عند الإنسان الحاجة إلى الطعام بعد ثلاث ساعات بعد ست ساعات هذا معروف عنده أهل الخبرة علماء النفس يصرحون فيه بعد ست ساعات هذه الحاجة تزداد تضاعفا حاجة الإنسان إلى الطعام تزداد ولكن بعد تسع ساعات الجوع يتذلل يصير ذليل ذاك الوقت الحاجة إلى الطعام يبدأ مؤشره بالهبوط ينزل ينزل الصوم يحدث تعديلات بارزة جدا في تأويلات الإنسان تأويلات الإنسان لما يصوم تأويلاته تحليلاته تتغير هذا شهر رمضان الحركة هذا الصوم يبدأ الخطوة الثانية شوية الإنسان يقعد يحلل شكل ثاني الإنسان المليان بطران كل شيء يحلل حسب الشاكل أمالته ولكن الصوم لما الإنسان يجوع الجوع يتذلل ليس يجوع ثلاث ساعات وست ساعات وراء تسع ساعات الجوع يصير الذليل أقل شيء يجب أن الإنسان تسع ساعات عشر ساعات في البلاد غير الطبيعة يجب أن يصوم عشر اثنى عشر ساعات يذلل عندما يذلل يبدأ الإنسان شكل ثاني يفكر يفكر شكل ثاني فتبدأ الخطوة الثانية تبقى خطوة ثالثة فتخطوة واقعا خطوة واحدة الإنسان يقدر يحقق شنو السمو في هاي النعجة الواحدة احنا حشينا مو في التسعة والتسعين ما عدنا طمع في التسعة والتسعين أخيرا حياتنا بالتسعة والتسعين هاي الواحد أنا أحفظها أقل لن في هذا الواحد بالمية اللي يرتبط بتكوين ذاتنا حتى أقل نشتغل عدل ما نتحصل ذاك شوية تصير فينا شدة شوية تصير فينا غيرة إحنا إذا كم فلس حقيقة نخسره فلان يأكل فلوسنا أوهو إنسان ممكن يسوي سكته ويموت أصلا وإحنا حياتنا هاي عمرنا دا يروح جا يروح ما عدنا حرص على هذا هذا العمر ما عدنا حرص ولقد عهدنا إلى آدم من قبل شنو فنسيا ولم نجد له عزما ماكو غيرة هذا عمر دا يروح صار عمر أربعين سنة خمسين سنة ثم ماذا شنو صار إحنا حرصنا على كم فلس حقيقة فلسات أكثر من حرصنا على أثمن شيء وهو حياتنا مليار سنة هذه ذاتنا اللي كوناها رح معطياتها نستفيد منها مليار سنة وين فلوسنا وسيارتنا شقد تنفعنا شنو سوى تنه فتشي أكو لاحظوا الإنسان عندما يشعل شمعة في ظلام دامس هذه الشمعة ماذا تصنع تصنع الشيء الكثير الإضاءة من درجة العدم توصل إلى درجة الوجود صحيح أحدث الإنسان شيئا كثيرا عندما يشعل شمعة هذا هذا شغلة شايدة شبيرة حقيقة الظلام المطلق أنت أوجدت فيه إضاءة ولو كانت إضاءة ضئيلة ولكن هذا وجود من العدم المطلق إلى الوجود عندما تشعل شمعة ثانية أيضا حققت الشيء الكثير لأنك ضاعفت هذه الإضاءة الشمعة الثانية ولو إضاءتها ضئيلة ولكن تسوي الإضاءة الموجودة في الفضاء ضعف والإنسان ينقل بحركة واحدة الشيء إلى ضعف هذا شيء كثير ولكن عندما تشعل الشمعة الخمسين أنت ما أحدثت شيئا كثيرا شون سويت عندما تشعل الشمعة المية شون سويت لا أحدثت أصل الوجود ولا أحدثت مضاعف في الوجود هج هاي الشمعة الخمسين لا وجود أو أثر لها في الحقيقة في الواقع نعم جوهرة موجود بس هذا ما ما نسوي شيء يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنت أشعلت الشمعة بس ما يفيد الآن نعم هو بالقياس إلى العدم المطلق شيء كثير بس خلص هاي الشمعات اللي إحنا جاي نشعلها هذا الصوم اللي نصلي وهذا الصلاة اللي نصلي والله ما جاي نسوي شيء فت شمعة وأخيرا عمرنا نقضى فت عشرين شمعة نقول فت مئتين شمعة والله وكيلك إذا الإنسان عنده خمسين شمعة يريد أن يسوي شيء في شهر رمضان لازم فجأة يحدث خمسين شمعة مع بعض يعلقها هذا شيء هذا ضاعفه درجة النور ولا شمعة واحدة خمس شمعات ما يفيد ما تنفع يريد له شغل أعتقد للمحافظة على هذا المقرود شيء واحد حقيقة هذا يمكن استفادت من العشرات من الآيات والروايات والأمة غافلة عنها شيء جدا مهم جدا مهم يسموه حديث النفس إنسان شايفين المينون إنسان يحجيو يا نفسه لازم الإنسان من دون أن يتظاهر لأن الناس يقولوا له هذا مينون في داخله يحكي مع نفسه من أهم عوامل لصناعة الذات هذه المفردة حديث النفس هل قد في الآيات والروايات أكو تأكيد عليها الكافئة الشريف حديث معتبر عن الإمام أبي الحسن الرضا صلى الله عليه وسلم يقول الإمام يقول هذه مقصة في الكتاب يقول كان عابد في بني إسرائيل نقول لكم أربع قصص من بني إسرائيل أنا سريع هذه وحدة منها عابد في بني إسرائيل حديث في الكافي عن الإمام الرضا شنو هذا العابد عبد الله أربعين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها أربعين سنة ما فوت يوم واحد من الصوم وما فوت ليلة واحدة بالعبادة كلها من أول الليل قائم في محرابه يركع ويسجد مشغول بالعبادة أربعين سنة وهذا من عباد بني إسرائيل لاحظوا عباد بني إسرائيل عيارهم كلش كبير كان عيارهم كلش كبير في مستواهم مستوى الأنبياء هاي الرواية تدل هي هاي الرواية تدل عباد بني إسرائيل مثل الأنبياء كانوا عبد الله أربعين سنة بعدين رات يشوف عبادته مقبولة يومو مقبولة شلون يفتهم وما عدنا التليفون نخابر إذ قرب قربانا القرآن يقول فتقبل من أحدهما في الأمام السالفة إذا كان شخص يريد يفهم أن عبادته مقبولة يولا كان يذبح ذبيحه خروف يخلي قربان يسموه بالضرورة خروف النعجة هذه حديثنا عن النعجة يخليها على المرتفع صحيح؟ هو كان ابني آدم هذا خبر ابني آدم فإذا نزلت صاعقة حرقت هذا النعجة هاي النعجة الواحدة المسكينة هذا معناته الله قبل العبادة إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إذا خاسة هذه الذبيحة النعجة بقت وخاسة تعفنت هذا معناته الله ما قبل القربان هذا العابد أربعين سنة روحه طلعت قرر يشوف حاله وأنه مقبول ولا لا قرب قربان وخلى القربان خاص وما أجت الصاعقة فعلم أنه هاي العبادة أربعين سنة مو مقبولة كلشة أذة وايد إنسان أربعين سنة يشوف عمره أربعين سنة راح هدر هدر يج أربعين سنة مو أربعين دقيقة فمن حيث لا يشعر الإمام الرضاية صلى الله عليه يقول يقول خاطب نفسه قلل نفسه قللها أنت أنت النفس مؤنثة أنت صوتش أنت ولا ليش الله ما يقبل أنا أخوه تعبت نهارها تعبت روحي طلعت من الجوع ليلها تعبت ليش ما يقبل الخلل فيك أنت أنتي فأوحى الله إليه شوفوا الإمام الرضاية يقول أنا ما أقول مو أوحى إلى نبي من الأنبياء لا إليه ما أدري شنو شوفوا مقامه هذا فأوحى الله إليه أن تأنيبك نفسك خير من عبادتك أربعين سنة دقيقة واحدة حديث ذات شوفوا التأكيد عشرات الآيات والروايات في هذا الجانب الإنسان من أفضل الأشياء عند الله تبارك وتعالى تقريع النفس تقريع الذات تقريع هذا الذات ما في شدة لازم تجيبه هفه راجدي ما يفيد ما يفيد وياه في كل شيء الإسلام يدعو إلى اللين إلا في مجال واحد وعندما تتعاطى مع ذاتك لا تلين وياه هفه راجدي ما تتعدل وهذه راجدي واحد خفيفة ما مسوي شيء أنت أنبت نفسك كلمة شين يصار هذا الثمين عند الله تبارك وتعالى ليه ايش ثمين لأنه إلا تأثير فهذا موضوع جدا مهم هذا حديث النفس إنسان دائما يحجو يا نفس بل لا يراوي للآخرين لأنه قلت الناس يتهموه يقولون مينون هذا لا هو في نفسه ملازم الإنسان يتفوه بالكلمات يقول للنفسه هجي هجي منه جدي أنت ما فيك خير شنو هاي كلمة واحدة أنا ما أقدر أسمع لو مطلب واحد نفسي شنو لعن على هاي النفس خير ما فيها لا حركة فيها لا شدة فيها لا عزم فيها لا غيرة فيها غيرة ما فيها ماكو على الشيء تافه الإنسان ينقل برأس على عقب هاي الدنيا هذه الآخرة الإنسان يعوه في الدنيا أيضا في الروايات كان ملك في بني إسرائيل هذا في بني إسرائيل وصف له عابد من العباد فدعاه قال له هذا عابد كذا وكذا دعاه قال له أرجوك الملك أرجوك تعال اصطحبني خليني يمك خليك يمي أنت عابد أستلهم منك ابقي يمي راوده في مصاحبته فقال له العابد قال له يا ملك شنو رأيك إذا فد يوم أنا يمك جيت على بابك وقعدت طعت أمرك وقعدت يمك عفت المغارة والعبادة وأنا يمك أنت دخلت فتحت الباب شفتني أنا جاي ألعب بجاريتك فالملك غضب غضب استشاطة غضبا قال له شلون تتجرأ على هذا الحديث ما تستحي شلون تتجرأ على هذا الحديث أصلا شلون تقولها هاي فقال له يا عبد الله أنا واقف على باب الله اللي إلا من الصبح للليال سبعين مرة يشوفني على المعصية وعلى مخالفته يشوفني مو أتحدث ما يجيب طاري الشغلة لا يقطع رزقي لا يطردني من باب بيته لا ينهرني من الصبح للليل وسبعين مرة وأنت أنا أعوف ذاك الباب أجي على بابك وأنا ما أمسوي شي حجيتها كلمة أنت ما تحمل منه يسويها يا مخبّل يسويها والله إحنا ضايعين والله إحنا ضايعين والله ضعنا ضعنا راحت علينا راحت والله ضعنا إحنا عايفين عايفين يا باب جايين واكفين على يا باب عمرنا راح أنت على الشنو على الدجداجة وعلى عمامة وعلى ما هذه الصاية الكذائية وعلى السيارة والأهل والأولاد فد موضوعك وحق لازم الإنسان ليضيع حق الناس فد موضوعك وباب ذاتك أنت وين هاي وين هاي راحت راحت عليك راحت علينا والله ضعنا 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 وين عايفين وين ماسكين هذا يريد له حديث ذات الإنسان يقول لنفسه ولك ضعيت ولك وين رايحت لمتى هذا الخيال الخام لمتى لمتى تشعل لك شمعة شمعة تعال سوي شي تعال سوي حركة يريد له حديث ذات يريد للإنسان يحكي مع نفسه ها به الأدعية الكثيرة في شهر رمضان وطول السنة ولكن في شهر رمضان يصير تراكم يصير تراكم هذا التراكم يحرك حركة إذا صارت يصير إدراك يصير إدراك إنسان يدرك كثيرا من ذاك الصوم هم أكو تعديلات على التأويلات بسبب تذليل الجوع وبسبب الصوم المتواصل فتتكون هاي الأدعية جداً مهمة بس بشرط أنه مو الإنسان يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي اللي حقيقة دعاء يخبر الإنسان يخلي بريك قوي للإنسان مو يقرأ وباله بالسوق وباله بي تشاكله في الحياة طلق الحياة لمدة ساعة طلقها ما هي الأشكال؟ لا تتصور ما هو منه قايل لك ومنه سمسوك تعال بلش شوف الكلمات تعال الإنسان شوية قلت حديث ذات هذا حديث ذات الإنسان لمن يقول إلهي أنا العبد الذليل هذا حديث ذات ماكو طرفك شخص آخر نعم هو الله تبارك وتعالى بس هذا النوع من الحديث الذات حديث مع الذات إلهي أنا كذا سويت يوم ما تقول إلهي أقول للنفسك حقيقة هذه الأدعية جدا مهمة بس يريد لها شغلة واحدة لا تعطي لصاحب التسعة والتسعين ذاك الشقيق حصة في هذا الساعة اللي الإنسان يقعد على الدعاء لا تعطي حصة لا تخلي بالك هناك خلي بالك بالكلمات حقيقة هز تأنيبك نفسك خير من عبادتك أربعين سنة هذا وحي هذا حديث فل كافي اللي ما مرضى يقول صلوات الله عليه خير من أربعين سنة فد واحد هذا الحديث في البحار الأنوار اسمه خليع بني إسرائيل خليع قصة معروفة كل ما معروفة خليع هذا رجل فاسق فاجر خليع يسمونه يقولون خلاعة هذا خلاص إما بني إسرائيل خلعوه أصلاً طردوه لكثرة فساده أو لا هو هو خلاعة يعني حياة خلاعة كله يسمونه خليع بني إسرائيل شوفوا شوفوا كلمة واحدة تأني بذات كثيرة هذه الروايات يقول كان يمشي في الحديث الرواية تقول البحار بحار الأنوار العلامة المجلسي يمشي فوجد في الطريق عابد من عبادة بني إسرائيل فقال في نفسه أنا كيف أمشي ويهذا طريقنا مع بعض هذا عابد وأنا فاسق فاجر مستاتر شوف شوف ذاك العابد كان يمشي فجأة امتعظ قال أوه طريقنا صار ويا واحد فاسق فاجر أنا عابد بني إسرائيل شاني مو شاني أن أصطحب هذا فأوحى الله إلى إلى نبي من الأنبياء في الرواية أكوه هذا العابد كانت على راسه غمامة هاي رواية اتضللة سامعين في الروايات كثير عباد بني إسرائيل هالشكل كانوا فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لهما استأنفى العمل انت الفاسق الفاجر بهذا حديث النفس ما لك أنا عفيت عن كل ذنوبك استأنف أنت الآن من الصفر أنت ما عندك سابقة سيئة أبدا وأنت العابد الأخبر اللي تجي تصورت كل عباداتك راحت بهذا التصور هذا حديث النفس راحت أنت الآن من الصفر استأنفى العمل فقد غفرت لك فقد غفرت لك أنت أنت الفاسق الفاجر غفرت لك خمسين سنة عصى الله تبارك وتعالى بكلمة واحدة أنب نفسه وقال له أنت مو لايق شوف الله طوفها طوفها وذاك الأخبر شنو الله حبط عمله كله أربعين سنة كل راحباء بحديث ذات حديث واحد في الرواية أكو في البحار شوفوا هذه الغمامة غمامة هذه الظل اللي كان على رأس العابد انتقلت هذه إلى رأس هذا الفاسق الفاجر اللي الدقيقة قبل كان فاسق فاجر أربعين سنة يعصى الله تبارك وتعالى هذا ربك شوف تعوف باب هذا وين تروح وين إنسان يروح قصص كثيرة آيات أكو في هذا المجال هذا الأخ التسعة وتسعين اللي في القرآن هذا شنو إحنا الآن تسعة وتسعين مالتنا خلنشوف هاي عبرة صحيح هذا تنبيه وين هذا التسعة وتسعين خلنشوف ولي نعجة واحدة هاي النعجة الواحدة خلنخليها صافية التأكيد على هذه الأدعية هذه الأدعية التأكيد على حديث النفس تأنيب النفس حقيقة الله يحب الإنسان يعنف النفس هذا المكان الوحيد اللي العنف مطلوب عنفه إذا عندك مكان تنام مثلا مثلا ألا تأخذ أكو فأدمر رهم نام على الأرض خلي شوية إنسان ظلوعة تعوره هذا تعنيف الله يحب هاي الحالة والله يحبها هذا تعنيف مو السلوك لازم يكون تعنيف إلا سلوك هذا حديث نفس وهكذا في الأحاديث الكثيرة التأكيد الشديد على مسألة النية الإنسان في الصوم 16 ساعة أنا صايم تدري إذا لحظة واحدة فكرت قررت ثانية واحدة أن أكل تدرون الصوم يبطل تدرون روحوا يشوفوا كل الفقهاء جيب لي فدفقي هذا الكلام ما يقوله 17 و 18 سنة وما أكلت ما أكلت بس قررت والله العظيم شوفوا الرسائل العملية مو قررت شكيت آكل يوم ما آكل خلاص الصوم بطل روح روح لازم تقضيه يوم ثاني روح شوف الفقهاء روح شوف الفقهاء جيب لي فدفقي هذا الكلام ما يقوله هذه العرولة الوثقى فتوى كل الفقهاء موجودة إذا الإنسان 17 و 18 ساعة ما أكل شي في أثناء هاي النية شوف فتشي سلوك فتشي نية النية هاي الشكل إذا الإنسان نواء المفطر نواء المفطر هي النية تكفي خلاص الصوم يبطل الفقهاء يقولون مو نواء المفطر تردد أنه هاي تردد فتشي عابر يأكل ولا ما يأكل مثلا يعمل المفطر الكذا يغط يغط في الماء يوم يغط فكر ها خليه مثلا كذا نسوي بس الفكر خلاص يأتي على الصوم هاي قضية النية ركن إنما الأعمال بالنيات هذا حديث هذا حديث النفس هذه النية هذه الأدعي إذا إنسانها ما يعرف حقيقة ما يعرف إشلون يحكي ويا نفسه هاي الكنز الهائل والله روايات عبارات الأهم عليهم الصلاة والسلام خوش كانوا يعرفون إشلون يدغدغون مخاز رحمة الله كلمات والله الدمر هذا المخزن والرحمة الله تفجرة الله رؤوف الله رحيم بكلمة عامية الله ينزل النعمة فكيف بهذه الكلمات الراقية في الصحيفة السجادية في الأدعية في دعاء أبي حمزة الثمالي هذا دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه والله كلمات إشوي يتأملوا فيها حقيقة هذه الدمر مخازن رحمة الله تخليها تنهال تنفجر أصلا الله بسهولة يتدغدغ رحمته تتدغدغ أي مخازن الله والله الله كريم الله رؤوف ورحيم بسهولة شوية يعالج نفسه أكو حساب الشيخ الصدوق في الأمالي يقول يروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن في اليوم أمير المميع عليه الصلاة والسلام خطب خطبة قال هذه الكلمات قال له هذه العبارات أيها الناس اعلموا أن أجلكم محدود أخيرا نحن في العمر عندنا حاد إلى أن أن نكون في أجل محدود وأمل ممدود أجلنا هي كم يوم إحنا مئة سنة خطب بس أمل ما المئتين مليون سنة ممدود ونفس معدود حتى النفس هذا محدود معدود يعني عدد لما يكتمل لعدد إنها لله وإنها إليه راجعون هذا 300 ثلاثة معدود حقو حساب كتاب بعدين قال صلى الله عليه لابد للأجل أن ينتهي خلاص فهي يوم ينتهي ينتهي لمتى كم مليون سنة نريد نعيش وللأمل أن ينطوي هذا الأمل الذي يتش ممدود مليون سنة فأدت مرة تشوفه ينطوي ما يكون أمل عندي كذا يصير فجأة فجأة وللنفس أن يحصى يحصى بعدين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول فبكى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وتلا هذه الآية إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يسجلون عليكم قام يبجي أمير إن عليكم لحافظين هذا أولا يكتبوها مو يحفظوها بهدوءهم بدون حرق عصاب مو مستعجلين قاعدين ما مستعيين قاعد يسجلها 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 ويدرون مو أنه إن تشي تنوي يطوفوها لا يعرفون يعلمون ما تفعلون كم دعاء هذه الأدعية حقيقة خناء هائل هذه ليست شمعة والله أقرار لكم أكو شوفوا في مفاتيح الجنان افتحوا يبدأ مفاتيح الجنان أكفت مناجات الإمام السجاد صلى الله عليه في كل يوم يوم الجمعة مناجات التائبين يوم سبت مناجات الخائفين يوم الأحد مناجات كذا اقروا هذه المناجات قصيرة كل شيء كلمات شهد الله ما تأخذ وقت إلا ثلاث دقائق أربع دقائق ولكن والله هذول أهل البيت هل يعرفون إشلون يحركون مشاعر الله حين عدد هذول صنيعة الله ترباية الله يعرفون إشلون يحركون مشاعره يستجلبون رحمة الله خوش يعرفون والله كلمات كل وحدة منها لها تأثير رهيب في العرش الإلهي كلمات هذه كلمات معصومين وشنو كلمات يعلموها تتكلم مع ربك أنا من باب المثال أقرأك سطريا من هذه سلاثة أسطر من هذه الأدعية من باب المثال حتى شوية نطلع من هذا الضيار شوفوا العبارات إلهي كل حديث نفس أتراك بعد الإيمان بك تعذبني شوف هذه أنا كرارا قاريها أأكد على هذه الكلمات إلهي معقول معقول أنا آمنت بك تعذبني معقول أتراك يعني معقول إلهي أنا آمنت بك معقول تتعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني أنا أحبك إلهي صحيح أعصيك بس أحب إحنا نحب ربنا معقول تبعدني أنا أحبك أم مع رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني تحرمني أنا عندي رجاء برحمتك بصفحك طو الطوف إن شاء الله الآية إنت أم مع استجارتي بعفوك تسلمني أنا استجارت بعفوك تسلمني بيد إبليس تسلمني بيد الخطايا أنا استجارت أنا عبدك حاشا لواجهك الكريم أن تخيبني ليت شعري الشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني فليتها لم تلدني ولم تربني وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني وبقربك وجوارك خصصتني فتقر بذلك بذلك عيني وتطمئن له نفسي إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك أو تصم أسماعا تلذدت بسماع ذكرك أو تغل أكفا غل زنجير رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك كيف تذلها تذلها بمهانة هجرانك وضمير انعقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك إلى آخر الدعاء كلمات حقيقة رهيبة حقيقة تستجلب رحمة الله هذه الكلمات كل واحد تصلح أن تأتي على كل الرحمة الإلهية تنزل على الإنسان كلمات رهيبة بس يحتاج الإنسان شوية يتفاعل معها يحسبها حديث نفس مو يحسبها تلاوة نسأل الله تبارك وتعالى بحق أوليائه الطاهرين أن ينور قلوبنا في هذا الشهر الفضيل بنور الإيمان وبنور الإيمان على الإيمان بنور الهدى والتقوى والبينات من الهدى والفرقان وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي أشهد أن